مساء الفول نهاردة هنتكلم عن فيلم العارف لأحمد عز واحمد فاهمي ولسه طالع منه طبعا كالعادة وهقول لكم رأيي بكل صراحة وبما اني خلصت السينما الفجر ولسه بصور دلوقتي وهامنتج وعندي شغل الصبح اصلا عايز منكم تلات حاجات اشترك في قناة اليوتيوب وفعل الجرس فولو على الانستجرام وفولو ولايك على الفيسبوك لتنين اه الفيلم هنقسمه الإيجابيات وسلبيات وقبل اي حاجة يا جماعة دي وجهة نظري فقط الفيلم من تقليف محمد سيد بشير والاخراج لأحمد علاء الديب بص يا جماعة كده مبدئيا في اول الفيلم فيه هتحسوا كده بدخلة الموسيقى التصورية فيها شوية من فيلم الكنز على الفيل الازرق على ولاد ريز حاسس كده ان المقطوعات ميكس مش شبه بس قريبة شوية وعلى فكرة انا قبل ما اشوفوا الفيلم ما خدتش بالي لان الموسيقى هي موسيقى هشام نازيه وهشام نازيه هو اللي عامل الافلام دي اصلا ففعلا كانت قريبة منها قوي دي ما اقدرش اقول لكم حاجة اجابية وصلبية بس تمام نبتدي في الاجابيات مبدئيا الفيلم تسلسل الفيلم حلو تسلسل الاحداث حلو جدا فكرته جديدة فكرة الهاكرز ومش موضوع ان هو عبارة عن اكشن بس برضو من الحاجات الحلوة هي تنوع البلاد والمغامرات وزي ما قلتلكم تسلسل الاحداث كان حلوة قوي من ضمن المميزات برضو احمد فهمي انا بالنسبة لي دور اكتشاف لان احمد فهمي كومي دي معروف لكن لما يعمل دور مش درامي دور شر كمان فانا بالنسبة لي ان هو كان تحدي كبير قوي وكسب التحدي المؤثرات البصرية والانفجارات روعة محمود حميدة عالي قوي كارمن بسيس طلع في دور صغير ولكن متفوقة جدا وانا تقريبا فكر لها تلات اعمال كان مع كريم عبدالعزيز مسلسل الزيبق ودلوقتي مع احمد عز وكانت مع زفر العبدين في مسلسل وطبعا اكيد كل بنت بتحسدها دلوقتي لان هي في ليفل الوسامة بس خلصنا المميزات نخش على عيوب اول حاجة الموسيقى التصورية يا جماعة توظيفها كان غلط التوظيف ده بمعنى ايه بمعنى ان فيما شاهد تستدعي موسيقى التصورية وفيما شاهد لا مع انه الموسيقى التصورية كان صوتها عالي جدا ممكن يكون انا دخلت سينما الصوت بتاعها عالي بس المشكلة انه فيه مشكلة في المكساج فيه مشكلة في الصوت لانه صوت المماثرين بيبقاطي والصوت المزيكة بيجيب لي صارعة والمفاجأة اللي اكتشفتها ان الفيلم منتاج احمد حفظ واحمد حفظ بالنسبة لي المنترقم واحد في مصر دلوقتي لان تقريبا معظم اعماله نكحة جدا وبيعرف ازاي يشتغل صح ما بين انه بياخد كدرات صح لتقطيعات الكاميرا واهم واصعب فيلم عامله تقريبا هو الفيل لازرق لكن في الفيلم ده لق فيه حاجة غلط ممكن تكون بقديم التصوير لانه التصوير فعلا انا حسيت انه فيه مشاكل كدير خاصة في مطاردات العربيات ما كانتش اجمل حاجة وبرضو في نفس الكلام في حاجة تانية مهمة فيه مشهد ضرب معركة يعني في ايطاليا احمد عز وحد تاني المشهد ده تقريبا نتصور معرفش بقى يا وانتيك يا كاميرا واحدة لكن كان كارسي كان فيه كمية عيوب انا معرفش دي مقصودة ولا لا لو مش مقصودة تبقى كارسة لو مقصودة وعايزين يعمله حركة جديدة دور عايز يدحك طالع في دور زي كده دوره في هروب التراري زي دور توتة في لسة بغداد الادوار اللي هتحس ان هو حطينها كده يعني انا بالنسبة لي كان نفسي انه مسلا المصطفى خاطر ده بقى هاكر لانه فيه نوع من انواع الهاكر لو ما تلاهم ايه دمهم خفيف وعال كده ايه مجنونة وعبقرين والحاجات دي انا كان نفسي ان هو يكون كده وكانوا يستخدموه بقى في اي حاجة تانية لكن ان هو يطلع دور نمطي جدا يعني انا معرفش ما عجبنيش وكان غير موفق وبصراحة السيناريو برضو كان فيه مشكلة لانه كنت حاسس انه انه السيناريو مستهلك مبيش فيه اي حاجة جديدة مع ان الافيهات كان ضعيفة جدا مع مصطفى خاطر مثلا انا كنت في السينما والسينما شبه مليانة وما حدش ضحك على ولا افيه قاله تحس ان الفيهات من 2003 مثلا بصوا يا جميع من الاخر فيلم اللي عارف فيلم حلو لكن مقارنة ان بقى لا ما احمد عز اللي قبل كده لا مش اقوى حاجة ممكن يكون اخراج ممكن يكون كتابة بس ما حستش ان هو لا اقوى من الخلية ولا ولا اولاد رزق ولا حتى اللي قبله الفيلم ده كان ممكن يكون علامي لو كان قبل الخلية مثلا يعني لو كان 2016 2015 كان ممكن يكون فيلم بجد علامي لكن الاكشن اللي فيه والتصوير ونقلات الحركة في المطاردات والحاجات دي كلها انا شايفها كأنه الفيلم مثلا معموله من 10 سنين وهقول كلمة تانية الفيلم ده لو مش بطولت احمد عز كنا ممكن نقول ان هو اقوى فيلم لكن احمد عز كانجم كبير مع كريمة عبدالعزيز لما بيعملوا حاجة اقل من المتوقع او اقل من نجوميتهم او اللي عملوه قبل كده بنقول ان الفيلم قليل بس كاجمال الفيلم حلو جدا بس عشان احمد عز عمل حاجات اقوى من كده وهو وصل في ليفل هنا فلو عمل فيلم كده بنقول ان هو مش حلو ده فيلم العارف فيلم العارف حلو جدا بس مقارنة بقى فيلم احمد عز مش قوي ده اللي عندي النهاردة واشوفكم فيديو جديد سلام